دعونا نستعرض بداية أبرز عنوان الصحف أو عنوين الصحف التي أعقبت بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا العام الماضي إذن نيويورك تايمز الأمريكية عنونت في الخامس والعشرين من فبراير الماضي روسيا تتقدم لإحكام السيطرة على ضواحي العاصمة مع زيادة عدد القتلى وفرار الآلاف غربا تحدثت الصحيفة حينها عن استمرار ما أسمته بالاجتياح الجوي البري والبحري الروسي لأوكرانيا مع تسجيل أكثر من مئة قتيل في صفوف القوات الأوكرانية والمدنيين تناولت الصحيفة أيضا المعارك الخطرة في محيط محطة تشيرنوبل النووية إذن عنوان عريض آخر منذ عام تماما في واشنطن بوست الأمريكية روسيا تشتاح أوكرانيا تناولت الصحيفة في مقالات متفرقة سير المعارك في أوكرانيا واقتراب القوات الروسية من العاصمة كييف تزامنا مع ضرب أهداف في مدن أوكرانية أساسية على الجانب الآخر جاء عنوان China Daily مختلفا عنوانت بوتين يهدف إلى نزع السلاح في أوكرانيا وتناولت الصحيفة تصعود التوترات في أوكرانيا بعدما شنت القوات الروسية ما وصفتها الصحيفة بعملية عسكرية خاصة بتفويدا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعلان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي قرار قطع كييف العلاقات مع موسكو ننتقل إلى The Indian Express التي عنوانت بداية الحرب الباردة العالمية الثانية منذ اليوم الأول الذي أعقب العملية العسكرية الروسية قالت Indian Express أن تكاليف الصراع المطول باهظة للغاية من حيث خسائر الأرواح والمعاناة وأيضا تأثير ذلك على الدول الأكثر فقرا لسيما أن هذه الأزمة جاءت وسط استمرار جائحة كوفيد-19 مما يؤثر على البلدان النامية أكثر من غيرها دعونا الآن ننتقل لنرى كيف تعاطت الصحف العالمية بعد مرور عام على بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا نبدأ من The Times البريطانية التي عنوانت عام دموي في أوكرانيا وتناولت الصحيفة الكلمة التي سيلقيها اليوم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سونك ويتحدث فيها عن حاجة أوكرانيا إلى ميزة حاسمة على أرض المعركة في إشارة إلى التسليح وسيحض أعضاء الناتو على تزويدها بمقاتلات سوفيتية سابقة وأضافت الصحيفة أن سونك سيكرر عرض بريطانيا إرسال مقاتلات تايفون إلى بولندا أو أي دولة أخرى في شرق أوروبا مستعدة لتقديم أسطولها من مقاتلات ميك 29 إلى أوكرانيا دعونا نرى الآن كيف تناولت الصحف الفرنسية الذكرى السنوية الأولى للحرب سنبدأ مع صحيفة لوفيجارو التي عنوانت الحرب التي غيرت العالم تناولت دوفيجارو الثمن الكبير الذي تدفعه أوكرانيا بعد عاما على بداية الحرب لإفشال معادلة الحرب الروسية وأضافت الصحيفة أن هذا العام شهد الكثير من سفك الدماء وسوف يترك بصمة عميقة على المقاتلين وسوف يخل أيضا بالتوازنات الدولية إلى مجددا تشاينا ديلي ولكن هذا العام عنونت بعد مرور عام البلدان منقسمة بشأن أزمة أوكرانيا استعرضت الصحيفة نتائج استطلاع للرأي أجره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بشأن الأزمة الأوكرانية عكس الاستطلاع اختلافات كثيرة بوجهات النظر لسيما فيما يتعلق برأي الناس في هذه البلدان رأى أكثر من 70% في الهند والصين وتركيا أن روسيا حليف أو شريك ضروري فيما رأى المستطلعون في بريطانيا والولايات المتحدة وتسعة دول أوروبية أن روسيا هي الخصم المعلن إلى صحيفة جابان تايمز التي خصصت الصفحة الأولى كاملة للحرب في أوكرانيا وفي أبرز العنوين دعوات لليابان لقيادة جهود إعادة الأعمار في أوكرانيا وتساءلت الصحيفة أيضا من خلال هذا العنوان ومقالات كثيرة كيف ستنتهي الحرب الروسية مشيرة إلى أنه ليس من جواب سهل على هذا السؤال تحدثت أيضا عن حياة من أجبروا على مغادرة أوكرانيا وانتقلوا إلى اليابان وكيف أن حياتهم تبقى معلقة بانتظار العودة إلى بلدهم ترجمة نانسي قنقر